أقول شيء أبس ألك عن مشاركتكم اليوم كيف شفتوها في هذا الشوط والله المشاركة قوية اليوم ست منقيات ما هي بسهلة طال عمرك نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا والجميع المشاركين ونحن طموحنا إن شاء الله المركز الأول ناويني المركز الأول يعني ومتوقعه والله ما تعبنا وحمنا وجينا إن شاء الله بإذن الله إنا طامعين في المركز الأول طيب حضور بن سمار كان مفاجأة بدون مصرح حامد بن سمار مشاركة في قطر فجأة شفنا وصوله وش كان السبب والله أنت قلتها مفاجأة أنا أحب المفاجآت صراحة وديني أفاجي طال عمرك دائما الناس ما يذنون غير أنا حاضر بإذن الله وحنا طال عمرك تمنينا أهل الشعل كلهم تواجدهم وإن شاء الله طال عمرك بإذن الله إن المنافسة اليوم قوية وكذلك الصفر والشعل وست منقيات ما هي بسهلة والله ذكرت أنك تمنيت أهل الشعل موجودين أهل الشعل من تمنيت بضعه الله يوفقهم إن شاء الله وإن شاء الله إن طال عمرك نلتقي حنا وإياهم في مهرجان الملك عبد العزيز بإذن الله ونحن مستعدين في السنوات القادمة في شوطة الخمسين وشوطة الثمانين وإن شاء الله بإذن الله إن لحد يسيطر على الأرقام الأولى في الشعل هذا تصريح من ابن سمار أن أرقام الشعل بيملكها حامد بن سمار بإذن العزيز الحكيم طيب اليوم حاكمة بن سمار معك نقدر نقول إنك تحكم على أشواطة الجاية بإذن الله الحاكمة مثبتة وجودها وهي حاكمة المغاتير بإذن الله أثبتت وجودها لمدة ثمان سنوات والله الحمد وهي تحصد المراكز الأولى طيب بالنسبة لمشاركتك اليوم كان في تعزيز قبل مهرجان قطر ولا بنفس المنقية حضرت لا والله بنفس المنقية ممكن مفرودة وإحدى بس شريطة بس توعد جمهور سمارات فيه أوعد بجمهور سمارات إن شاء الله أنهم يجدون ما يصرهم بإذن الله بالنسبة لمهرجان جزيلات العطة في منافسة البيرق منافسات السنوات الجاية توعدهم بالتنافس فيها بإذن الله أنا صراحة من عبر منبركم هذا أشكر طال عمرك القائمين على النادي وصراحة بإذن الله لن نتغيب عنه بإذن الله اليوم ملاك الشعل وجمهور الشعل وجمهور البل يسمعونك بن سمارش توجه لهم كلمة أوجه لهم طال عمرك الله يحييهم والمنافسة ما فيها شيء إن حصل الواحد على المركز الأول ولا عاصل المركز الثاني يا أخي حضرت ونافست وقدمت حلالك اللي عليه واسمك وأقسمت عليه ونافست به وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقهم جميعاً عسفالك التوفيق إشاء آمين حنا وإياك إن شاء الله وكل مسل حامد بن سعود بن سمار اعتيبي كما نشاهد الآن هذا الجدول اللي يوضح اختيار بن سمار لعدد من جولاته اللي كان فيها متنافس اليوم في شوط اليوم في مهرجان قطر للأبل منقية سمارات تصل الآن إلى ميدان التحدي والمنافسة ما شاء الله تبارك الرحمن أفلح من ذكر الله هذه حاكمة سمارات هذه حاكمة سمارات اللي كانت في الجولة الأولى دخل فيها بن سمار هذه اللقطة لحاكمة سمارات اللي تحمل الرقم الثنين وثلاثين الحاصلة على المركز الأول في جل دولي مفتوح في فئة الشعل والصفر في مهرجان قطر للأبل جزيلات العطاء حاكمة سمارات تقف بجانب خواتها من البل تقف وقفة المتوجة بالمركز الأول في جل الدولي المفتوح اليوم تحضر في هذا الشوط شوط الشرايا في فئة الشعل والصفر وما شاء الله تبارك الرحمن أفلح من ذكر الله أفلح من ذكر الله شكراً لمصورينا مخرجنا مبدعينا المتواجدين في هذا الميدان ميدان مهرجان قطر للأبل طبعاً حامد بن سعود بن سمار العتيبي كذلك حاضر بثلاثين فردية حاضر بالفردية هدافة بحاكمة سمارات كما ذكرنا الحاصلة على المركز الأول في جل دولي مفتوح كذلك حاضر بالكايدة والرجمة وعفرة ومبروكة الطياحة مهذبة غيارة الفارسة وكذلك حاضر بمشعلة وهي الحاصلة على المركز الخامس في جل دولي مفتوح في مهرجان قطر للأبل فئة الشعل والصفر كذلك حاضر بمرعبة مرعبة الحاصلة على المركز الرابع في جل دولي مفتوح في فئة الشعل والصفر بن سمار اليوم ضمن الفرديات الثلاثين ثلاث توجت بمراكز المركز الأول والمركز كذلك الخامس والمركز الرابع في مهرجان قطر للأبل جزيلات العطاء حاضر كذلك بن سمار برمحة ومركوزة مكحولة النايفة الشرها الشيخة دعازة مهيوبة مدمرة جلادة كذلك جلادة رؤية دهامة المهيبة موجة مزيونة مهيلة وما شاء الله حاضر بها بن سمار في هذه الأشواط عدد من هذه اللقطات اللي نتابعها الآن على الشاشة ونشوفها وإياكم هذه حاكمة سمارات تظهر الآن نتابعها ونشوفها ونشاهدها في مثل هذه اللقطات الجميلة بالفرديات المشاركة حضر بن سمار لهذا الشوط شوط الشعل والصفر جمل شرايا ثلاثين النخبة حاضرة في ميدان ومهرجان قطر للإبل جزيلات العطاء شكراً اللي مخرجنا على مثل هذه اللقطات الجميلة جداً في هذا الشوط ترجمة نانسي قنقر